زيارة محافظ لحج أحمد تركي لمطقة الأكاحلة التي لا يفصلها على مواقع ميليشيا الحوثي سوى بعض الكيلومترات اعتبرها أبناء مدرية المقاطرة تأريخية حيث لم تطأ هذا المكان أقدم ممثل السلطة المحلية منذ مدة طويلة وهو الأمر الذي يجعل مثل هذه الزيارات وابتتاح مثل هذه المشاريع خطوة مهمة في التخفيف من معاناة المواطنين اليوم تم النزول وذلك الافتتاح عدد من المشاريع الخاصة بالسدود والطرغات وكذلك خزانات المياه والقرض منها حل ولو قزع بسيط من مشكلة القفافة التي تعاني منها قرى مدرية المقاطرة أكثر من 23 عزلة كانت تعيش أوضع مأساوية المحرومين من أبسط الخدمات الضرورية كالماء وطرقات ومصدات السيول الأمطار بالنسبة للوضع عما كان قابل تنفيذ هذا المشاريع كان الوضع صعب جدا ساهمت في تخفيف معاناة المجتمع في الحفاظ على التربة من الانجرافات ساهمت في تخفيف الناس من الحصول على الغذاء لأن مشاريع هناك ينفذها صندوق الاجتماعي انجراف الأراضي وشحة المياه والوضع المعيشي المتدور خاصة مع انتشار البطالة في مدرية المقاطرة عوامل ساهمت في زيادة معادة المواطنين في ظل عجز هذه الأسرة عن اتشار وضعها المترد والله نحن نعالم من مشكلة المياه أول ما هي القفاة ثانيا قوة السيول تأتي وتسبب أضرار للمنازل وللأراضي الزراعية وهذه مشكلة علينا منها الطويلة زيارة محافظ لحج أحمد تركي لمطقة الأكاحلة التي لا يفصلها على مواقع ميليشيا الحوثي سوى بعض الكيلومترات اعتبرها أبناء مدرية المقاطرة تأريخية حيث لم تطأ هذا المكان أقدام ممثل سلطة المحلية منذ مدة طويلة مغتر شعتل لقناة بلقيس محافظة لحج